معنا من نابلس الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات أهلا بك معنا سيد سليمان في تخضية التلفزيون العربي كيف تقرأ التصريحات الإسرائيلية المرتبطة بالاشتياح البرية لرفح وكذلك باستمرار العمليات البرية في الفترة المقبلة نعم تحية لك والمتابعين سعادين كرام واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو أمام مجموعة من السيناريوهات الأساسية في التعاون مع منطقة رفح بالتحديد وهذه السيناريوهات قد تكون نابعة من أدى ظروف وعوامل أولا العامل الميداني والمرتبط في طبيعة تفاصيل الميدان ووجود قرابة مليون وخمسمائة ألف بواطن فلسطيني في منطقة رفح وهذا الأمر يشكل مشكلة إنسانية على المستوى الدولي وهناك ربما يحدث إشكالية وإرباكة للاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل إذا ما ذهب إلى تنفيذ العملية البرية دون أن يكون هناك أي احتياطات أو دون العمل على إفراغ المنطقة أو على الأقل تخفيف وجود الكثافة السكانية العامل الآخر هو أيضا مرتبط في الميدان وهو يتعلق بالعامل العسكري وهنا طبيعة وقدرات الجيش الإسرائيلي مقابل قدرات المقاومة الفلسطينية الإحتيال الإسرائيلي على مدار الأسابيع القليلة الماضية يحاول إطلاق بالونات احتبار ما بين الفينة والأخرى يحاول من خلالها جس نبض وقدرات المقاومة في منطقة رفح في بعض الأوقات عن أربعة كتائب المقاومة الفلسطينية وفي أوقات أخرى يتحدث عن قدرات أضعف يريد أن يحصل على معلومة من المقاومة الفلسطينية أو من أي مجالات أخرى حتى يقدر طبيعة في الطعام السياق الآخر وهو السياق السياسي وهذا ربما باعتقاد مهم جدا يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يبني عليه سيناريوهات هذه الجولة وقد تكون الجولة الأخيرة من حيث مفهوم الشمولية نحن نتحدث عن منطقة رفح الجانب السياسي هنا يرتبط أولا في المواقف الدولية التي صعدت بشكل كبير جدا وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك محددات لهذه العملية وأيضا الموقف السياسي المرتبط بمصر وموضوع إمكانية أن يكون أو تشكل هذه العملية العسكرية في رفح تدافعا للمواطنين الفلسطينيين باتجاه مصر وهذا مصر أبدأ تحفظها الكبير بهذا الاتجاه وبالتالي هناك خشية من أن يكون هناك إركدادات على العراق الإسرائيلية المصرية في أعقاب هذه العملية دعني أموه للخبر عاجل هيئة البث الإسرائيلية تقول أن نتانياهو وهرتسوك وكاتس أجروا اتصالات مع دول إفريقية لأحباط المساعي الجزائرية والجنوب الإفريقية هذا يتزامن مع ما قاله موقع والا الإسرائيلي أن وفق قبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين العملية البرية في رفح ستكون لربما في أبريل عندما نتحدث عن أبريل هنا نتحدث عن أن الحرب ستكون طويلة حتى هذا العام أي ثمن لربما ستدفعه إسرائيل على المصر والسياسي والميداني كذلك؟ نعم تثمينا على الخبر الذي تفضلت به الآن أن باعتقاد مشروع القرار الأمريكي الذي ستحاول أن تطرحه إما اليوم أو في الأيام القليلة المقبلة في مجلس الأمن أنا باعتقاد هو بمثابة الضوء الأخضر باستمرارية هذه الحرب وبالتالي المصادقة بشكل أو بآخر على الذهاب إلى تنفيذ العملية العسكرية في منطقة رفح لكن وفقا ربما لرؤية تقلل حدة القتال بشكل مباشر وهذا باعتقادي أنا باعتقادي هذا الشيء سيكلف الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي أثمانا متعددة الثمن الأول وأنا باعتقادي الثمن الكبير الذي ستدفعه إسرائيل سيكون ثمانا سياسيا إسرائيل في الآون الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة وفي ظل هذه الحرب وتداعياتها باتت تفقد الكثير من صورتها السياسية باتت تفقد الكثير منطقتها باتت تفقد الكثير من المواقف التي كانت تشكل ضمانا واعتمادا للسردية الإسرائيلية اليوم هناك كسر للسردية الإسرائيلية وعدم تقبل بها بشكل كامل وباعتقاد جلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت بالأمس أيضا في لاهاي هي أحد الدلائل التي تدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي أمام تحول في الموقف الدولي باتجاه احتضان الرواية الإسرائيلية بشكل كبير جدا الثمن الثاني وأنا باعتقادي هذا ربما مهم وقد يكون مخاطرة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هو قد يكون على حساب الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين باعتقادي كلما طال أمد هذه الحرب سيكون هناك خطر على حياتهم وهذا ما حضر منه الكثير من المراقبون وحتى الكتاب الإسرائيليين يدركون بشكل كبير جدا أن بنيمين نتنياه ربما يقامر ويغامر بحياة الأسرى الإسرائيلية في يد المقاومة الفلسطينية وبالتالي هناك خشية متصاعدة أن يكون هذا الثمن واضحا وفي المعركة إذا ما استمرت إلى أسابيع أو شهور قليلة أو مقبلة أما الثمن الثالث وهو باعتقادي على مستوى العلاقة الجيوسياسية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تقدم طوق نجاة لبنيمين نتنياهو في الذهاب إلى إمكانية أن يكون هناك صفقة سياسية من خلال عملية التطبيع وتعزيز العلاقة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط لكن باعتقاد إطالة أمد هذه الحرب والدخول إلى منطقة رفع هذا سيجعل الكثير من المواقف تتغير باتجاه العلاقة مع إسرائيل وبالتالي قد يكون هناك حسارة في مفهوم العلاقة الجيوسياسية لإسرائيل إضافة إلى ذلك إلى أن الأمر قد يكون مرشحا إلى اشتعال الجبهات الأخرى في ظل ما يمكن أن يكون هناك خشية على انكسار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبالتالي نحن أمام كثير من المتغيرات وكثير من الأثمان التي تنتظر إسرائيل في حال استمرارها في هذه الحرب وبالتالي باعتقاد هذه القضايا هي ربما ما تجعل الاحتلال الإسرائيلي وكافة أركانه ما زالوا يقيمون عمليات تقييم وعمليات دراسة لأنهم يدركون بشكل كبير جدا أن الاستمرار بهذه الحرب بذات السياق وبذات الشكل والذهاب إلى رفح سيكون له تداعيات كبيرة شكرا جزيلا لك من نابلس سليمان بشارات الباحث والكاتب في أشؤون الإسرائيلية شكرا لك